قبل أيام فقط لم يكن أحد هنا يعرف هذا الرجل محسن حججي وادعى أهله ومضى بعيدا مئات الكيلومترات إلى الحدود العراقية السورية ذهب إلى هناك بحسب ما يقول الإيرانيون ليحمي منهم هنا من أمثال داعش وكما يقول العقائديون منهم ليدافع عن حرم المسلمين لذا أسمه ومن مثله بالمدافعين عن الحرم كانت هذه الصور التي بثها داعش لأسر محسن وذبحه لاحقا أراد بها إرسال رسالة لكن الصورة من وجهة نظر أقرب الناس إلى حججي أعطت رسالة مغيرة لما أراده داعش هو كان قد ذهب إلى سوريا قبل عامين وهذه المرة كنت أنا أكثر من شجعه للذهاب إلى هناك كان قلقا قبل أسبوعين من سفره من ظهور عوائق لذا نظر لله يقبل أقدام والدي في حال توفيقه في الذهاب هذه المرة ولحسن الحظ وافقوا على ذهابه معظم صحف تهران وحدت غلافاتها واحدة وصفت المشهد بالملحمة وأخرى رأت فيه تحديا وثالثة قرت في عينه كل الحكاية أما وسائل التواصل الاجتماعي فبدت حائطا للتضامن جمع سياسيين وفنانين ومواطنين عاديين بشكل عام على الصعيد السياسي والاجتماعي وعائلة الشهيد فإن الرسالة التي خرجت من هناك كانت رسالة وحدة وقدرة وقوة في مواجهة داعش ودعما لضرب جذور الإرهاب الرد الإيراني هو ما كان الجميع يسأل عنه فجاء الجواب عبر بيان لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي توعد بالانتقام قائلا لن نتوانع ملاحقة هذه الشجرة الملعونة والقضاء على هذه الغدة الخطيرة حتى آخر عنصر لهم